اشتركوا في القناة وكيف ضربوا وقلقى به خارج المسجد حتى تكسر الدلوع وهكلمكم ايضا عن اتهام عبدالله ابن مسعود لعثمان ابن عفان بانه قام بتحريف القرآن وانه ادخل فيه بعض الادعية والاحاديث التي كان يرددها النبي وجعلها من القرآن وهي ليست من القرآن في شيء لكن هديكم في الاول نبزة عن حياة الصحابة الجليل عبدالله ابن مسعود اسمه بالكامل ابو عبدالرحمن عبدالله ابن مسعود الهزلي هو صحابي جليل وفقيه ومقرئ واحد رواة الحديث النبوي وهو سادس من اسلمة واحد المبشرين بالجنة وهو اول من جهر بقراءة القرآن في مكة حيث كان ابن مسعود اقرأ الناس للقرآن واعلمهم به والصحابي الجليل عبدالله ابن مسعود هو الذي قتل ابو جهل وقطع رأسه في معركة بدر وقدمه للنبي وسمي عبدالله ابن مسعود باسم صاحب نعل الرسول حيث ان ابن مسعود هو وامه لازم الرسول لخدمته فكان ابن مسعود يلبس النبي عليه ثم يمشي امامه بالعصى حتى اذا اتى مجلسه نزعا عليه فادخلهما في الزراعي واعطاه العصى وهو من كان يستر النبي محمد اذا اختسل او ذهب لقضاء حاجته فلقد حزى ابن مسعود بمنزلة عالية عند النبي الذي يعني اولاه ثقته الكبيرة واعتمنه على حياته الخاصة لذلك قال النبي محمد في يوم ما لو كنت مؤمرا احد عن غير مشورة لأمرت عليهم ابن ام عبد وطبعا ده اللقب الذي كان يطلق على الصحابي الجليل عبدالله ابن مسعود وقال ايضا الرسول في عبدالله ابن مسعود استقراء القرآن من اربعة عبدالله ابن مسعود وسالم مولى ابي حزيفة وابي ابن كعب ومعاز ابن جبل وطبعا ده حديث صحيح ولو لاحظنا ان اول اسم فيهم كان الصحابي الجليل عبدالله ابن مسعود وده طبعا اكبر دليل على ان هو كان اكثر واحد فيهم دراية بالقرآن واكثر الماما به ومعرفة لذلك بالطبع جاء اسمه اولا في هذا الحديث وبالرغم من كل هذا قام عثمان ابن عفان باستبعاده من جمع القرآن وبالطبع هذا يعتبر مخالفة واضحة وصريحة لاوامر النبي محمد الذي امر الناس ان تأخذ القرآن منه فان يقوم باستبعاده فطبعا فيه سؤنية وفيه سبب اكيد طبعا حنعرف الكلام ده دلوقتي فاشتد نقد عبدالله ابن مسعود لعثمان ابن عفان وقال في خطبة له ان اصدق القول كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد وشر الامور محدستها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فكتب الوليد ذلك العثمان ابن عفان وقال له انه يعيب عليك ويطعن فيك فكتب اليه عثمان يأمره باحضاره الى المدينة فرفض بالطبع اهل الكوفة طبعا لحبهم الكبير والجمل عبدالله ابن مسعود خافوا عليه من بطش عثمان ابن عفان به خافوا طبعا عليه ان يصيبوا مكروه من عثمان ولكنه يعني الصحابي الجريل عبدالله ابن مسعود قال لهم ان له علي الطع ويجب علي ان اذهب فوصل عبدالله ابن مسعود الى المدينة ودخل المسجد وعثمان ابن عفان كان يخطب على منبر النبي فلما رأاه عثمان ابن عفان قال فيه كلاما غليزا طبعا كلمة كلاما غليزا يعني لم يحدد ما هي الكلمات التي قالها لكن مجرد ان قال فيه كلاما غليزا يعني كان فيه تعنيف فقال ابن مسعود له لا تنسى اني صاحب رسول الله والرسول اوصاكم ان تأخذوا القرآن مني وبالطبع هذا حديث صحيح ولكنك يا عثمان خلفت امر الرسول واتبعت هواك فقالت السيدة عائشة من خلف حجاب تنادي على عثمان اتقول هذا لصاحب رسول الله فاشتد غضب عثمان ابن عفان واخرجه من المسجد اخراجا عنيفا وضربه وقذف به الى الارض حتى تكسرت دلوعه فلام عليه ايضا علي ابن ابي طالب فعلته هذه وقال له اتفعل هذا بصاحب رسول الله لان هو طبعا الصحابي الجليل عبدالله ابن مسعود صحابي كبير وجليل ولازم الرسول يعني معظم فترات حياته فانه يعني يفعل به هذا الفعل القبيح طبعا شيء صعب حتى السيدة عائشة وعلي ابن ابي طالب لفظوا هذا الفعل وانبوا عليه خلفة المسلمين في ذلك الوقت عثمان ابن عفان ووصل الخلاف بين عثمان ابن عفان وعبدالله ابن مسعود انه حتى حذر عليه الخروج من المدينة ومنعه حتى ان يخرج مجاهدا وكان عبدالله ابن مسعود معروف عنه انه من اقرأ الناس للقرآن واعلمهم به ورغم كل هذا التعنيف وهذا الضرب والاهانات التي تلقاها هذا الصحابي الجليل داخل المسجد من عثمان ابن عفان الا انه رفض ان يعطيه مصحفه ليحرقه ولقد تبعه في ذلك جمع كثير لانه طبعا كان معروف عند الناس وعارفين مدى قيمته ومدى علمه ومدى معرفته بالقرآن فطبعا سامعوا له لذلك تبعه جمع كثير واللي عايز يعرف اكتر عن هذه الاحداث وتلك الفتنة الكبرى ممكن يرجع للبرهان في علوم القرآن الجزء الاول وغرائب القرآن بهامش الطبري الجزء الاول برضو سنن البيهاقي الجزء الثاني الجامع لاحكام القرآن للقرطبي والفتنة الكبرى لطه حسين الجزء الاول وممكن برضو يرجع لتاريخ القرآن للابياري كل المصادر دي تحدثت عن الفتنة الكبرى وفتنة حرق القرآن وكيف تقاتل الصحابة البعض مع البعض كانت طبعا مقتلة ويعني هو تاريخ اسود اللي يرجع للكتب دي حيعرف مدى فضاعة هذه الفترة او الحقبة في التاريخ الاسلامي كانت فترة مليئة بسفك الدماء والقتل على الهوية وكانت مليئة بالتكفير يعني انا عملت اكثر من حلقة عن تلك الحقبة الزمنية اتمنى انكم ترجع له الحلقات دي لان فعلا كانت فترة مليئة بالدم نكمل حلقتنا برضو ولقد اخذ الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود على عثمان بن عفان خلط الاحديث والادعية النبوية وجعلها ايات قرآنية فقد روى الامام احمد في مسنده والتبراني في معجمه الكبير عن عبد الله بن مسعود انه كان يمحو المعوزتين من مصحفه ويقول انهما ليست من كتاب الله وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري من رواية حماد بن سلمة عن عاصم ان عبد الله بن مسعود كان لا يكتب المعوزتين في مصحفه ويقول انهما ليست من القرآن ولكنه دعاء كان يقوله النبي وعن ابن اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال كان عبد الله بن مسعود يحق المعوزتين من مصحفه يحق يعني يحزفهم ويقول انهما ليست من كتاب الله وذكر ايضا البخاري في الصحيحه عن عبد الله بن مسعود انه قال ان المعوزتين ليست من القرآن الكريم ولقد ذكر في صحيح البخاري ان المعوزتان وهما صورة الفلق والناس آخر صورتين في القرآن ليست من القرآن والسؤال هنا لماذا قام البخاري بنقل كلام الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود ووضعه في صحيحه بالرغم ما فيه من تلميح واضح بتحريف القرآن طبعا احنا عارفين ان الشيعة بيؤكدوا على عملية تحريف القرآن وان القرآن كان ضعفين الحجم الحالي لكن طبعا اهل السنة والجماعة يرفضون هذا الفكر ويقولوا انه لم يتم تحريف القرآن وان القرآن كامل بالرغم ان فيه تلميح واضح من البخاري وكثير من كتب التاريخ الاسلامي تؤكد على ان القرآن حدث فيه التحريف وانه فعلا ناقص ايهما اصح طبعا كل جهة يعني متمسكة يعني سواء الشيعة او السنة كل يعني فريق متمسك برأيه الشيعة يؤكدون على تحريف القرآن السنة يؤكدون على عدم التحريف لكن ما نجده يعني في الكتب يعني كتب التاريخ وكتب التراث الاسلامي تؤكد حقيقة يعني وجود تحريف وقع في النص القرآني لان يعني يعني واحد زي عبدالله ابن مسعود يؤكد على ان يوجد في القرآن ما هو ليس من القرآن وده واحد من طلب الرسول نفسه ان يأخذ القرآن منهم فيعني انا برضو عملت قبل كده حلاء عن الاختلافات الموجودة في مصحفي حفص وورش يعني انا اتمنى انكم ترجعوا للحلقات دي لانها فيها اختلافات واضحة تؤكد على وجود تحريف للقرآن وسأضع روابط هذه الحلقات اسفل هذه الحلقة حتى يعني تقارنوا بانفسكم وتقرروا اذا كان فعلا حدث تحريف ام لا يعني اعيدكم بان اضع الرابط اسفل هذه الحلقة كما ان ابن مسعود كان يعلم ان الفاتحة هي صلاة سوريانية يعني عبارة عن دعاء كان السوريان يصلون به وكان النبي يردده لانه اعجب بهذا الدعاء ولكنه ليس من القرآن وعبدالله ابن مسعود اكد الكلام ده لكن طبعا عثمان ابن عفان لم يأخذ بكلامه يعني ولذلك لم يضع ابن مسعود الفاتحة في قرآنه حلقة النهاردة محتاجة ان انسان يكون محايد فكر محايد يرى الصورة بوضوح يعني مش محتاجة تشنج لان احنا بنتكلم بالوسائق بالكتب بالمصادر التاريخية معروف ان النبي محمد طلب من اتباعه ان يأخذوا القرآن من عبدالله ابن مسعود ومعروف ان ملازمة ابن مسعود للنبي طبعا كان لها اثارها الكبير في ساعة علمه بتفسير القرآن واسباب نزول اياته كيف لو عثمان ابن عفان يرفض مصحف عبدالله ابن مسعود هنا السؤال يعني انا اتمنى ان اجد اجابة على هذا السؤال كيف عثمان ابن عفان رفض وصية النبي محمد بان يتم اخذ القرآن من عبدالله ابن مسعود ده سؤال محتاج اجابة طبعا من كل ما سبق نستطيع ان نستنتج مدى علم هذا الرجل ومدى قدرته على التمييز بين ما هو قرآن وما هو ليس بقرآن واجبر دليل على ذلك قول النبي نفسه خذ القرآن من عبدالله ابن مسعود اي من يقوم بتجذيب عبدالله ابن مسعود فهو كأنه يكذب كلام النبي نفسه يعني اتمنى طبعا اجد رد على هذا التساؤل ولن اطل عليكم اكثر من ذلك هي دي كانت حلقتنا النهاردة اتمنى بالطبع انها تكون نالت اعجابكم وحب اسمع اراءكم فيها والى اللقاء في معلومة تاريخية جديدة